السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قباس انفو حيث نقدم حلول تقنية شؤون إدارية جزائرية مسابقة التوظيف في الجزائر مع الأجور والزيادات وملف التقاعد بالنسبة للجزائريين قباس انفو نسعد باشتراك في القناة أولا نتمنى أن تكون بخير سنتكلم اليوم عن نقطة أو مسألة مهمة جدا وهي ما هي الأسئلة التي ستطرح يعني أو حسب تجارب سابقة في مسابقة البريد للمكلف بالزبائن في بريد الجزائر إذن قبل هذا إن كانت هذه زيارتك الأولى للقناة نتمنى أنك تشترك في القناة هذا يحفزنا وكذلك إعجاب بالفيديو هذا أيضا يحفزنا أيضا لتقديم معلومات أكثر وتفصيل أكثر نأتي على التفاصيل لنسرع الشرح ويكون فيديو قصير يعني بالنسبة للأسئلة سوف يكون هناك ملف وهو يقدم المجموعة من الأسئلة حاولنا نقدمها أو نضعها في ملف سهل من أجل الدراسة يمكنك تحمله في الهاتف أو من خلال الحسب وترى الأسئلة مثلا تعريف مؤسسة بريد الجزائر هناك جواب عليها ما هي الخدمات التي يقدمها ما الذي سوف تقدمه أنت للمؤسسة وبعض المعلومات المتعلقة بالأجور ما هي العلاقة تربط من المؤسسة والعمل يعني يقدم لك عدة أسئلة وأجوبة للأمانة هذه المعلومات أو الأسئلة لم أو لا لست ملكي أنا يعني وجدتها في الإنترنت وهي بالتالي منقولة لصاحبها الأمانة منقولة قمت بنقلها ووضعتها فقط في ملف ليسهل تحميلها ومراجعتها ليس بالضرورة أن هذه كل هي الأسئلة لكن ممكن أن يوجد أسئلة أخرى هذا الأمر ما ترك إليك للبحث أو إليك للبحث إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله إليكم بالنسبة لهذا الملف سوف أقوم بوضعه في الرابط في صندوق الوصف حيث تقوم بتحميله ولا تنسى أيضا أن الملف سوف يكون مضغوط وكلبة المرور هي قبس إنفو أتمنى أنكم تسجلوها عندكم وأسعد أيضا إذا قمتم بمشاركة هذا الملف في منتديات أو في مواقع على الفيسبوك أتمنى أن يكون الشرح واضح نلتقي في فيديو قادم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر